أولاً شكراً جميع المدخلات كانت عبارة عن التعقيبات وكانت عبارة أيضاً على تفاعل وربما هذا هو المبتغى من عقد مثل هذه اللقاءات هو فتح هذا الفضاء من النقاش حتى تتلاقح الأفكار فيما بين الفاعلين الحاضرين هنا أريد فقط أن أركز على ملاحظة أو ملاحظتين تفاعلاً مع ما جاء في هذه التعقيبات ربما نحن ركزنا وأنا بالأحرى ركزت في ورقتي على ما هو داخلي وحال دون أن ينجح الربيع العربي فيما تم تغييب العامل الخارجي الذي لعب دوراً كبيراً في إفشال أو على الأقل في تعثر الربيع العربي وتوراة الربيع العربي وبالمقارنة مع ما حصل في أوروبا الشرقية مثلاً كان المحيط الإقليمي مساعداً للطورات التي شهدتها أو على الأقل التغييرات والتحولات التي شهدتها تلك البلدان وساهم مساهمة إيجابية في الدعم نحو تحولها إلى أنظمة ديمقراطية العكس تماماً هو الذي حصل في منطقتنا العربية أن أنظمة رجعية مع كم الأسف لها مقدرات مالية واقتصادية كبيرة دغطت وعملت كل ما في وسعها من أجل تفجير هذه الطورات من الداخل ومن أجل عرقلة أي تطور ديمقراطي لأنها تخشى من ديمقراطية وما يحصل الآن في تلك المنطقة خاصة في العربية السعودية من التحولات الآن مع ما يساحبها من أخطاء ربما قد يكون يفتح باب الأمل لأنه إذا لم يحصل تغيير في تلك الدول التي دعمت لاستبداد وعطلت الطورات لا يمكن أن نأمل أن تكون هناك بارقة لتحول ديمقراطي في منطقتنا العربية مسألة أخرى هي مسألة التوافق التي تكررت كثيراً سواء في المداخلات أو في التعقيبات والتعليقات وأريد فقط أن أدقق التوافق نحن نطرحه كمفهوم عام لكن توافق مع من غالباً ما نغيب الأغلبية الصامتة التي هي تكون قوى مجتمعية ربما قد تستغلها حتى ما نسميها بالطورات أو المضادة أو القوى المضادة للتغيير هل كيف يمكن أن نبني الجسور للتواصل للوصول إلى هذه الأغلبية الصامتة التي غالباً ما تغيب أثناء التحليل وأثناء النقاش ثانياً ما هو مضمون هذا التوافق؟ الأستاذ أمال تحدثت عن المتاق وربما في تعقيبها قبل قليل أفرزت أوضحت بعض بنود هذا المتاق لكن هذا المتاق ما زال يحتاج إلى أن نشرحه أكثر لأن ما حال أو ما فجر تجربة 20 فبراير هو مسألة هذا التوافق بين القوى السياسية التي كانت تشارك فيها حول مسألة السقف نتذكر جميعاً هذا النقاش الذي أدى إلى تلغيم هذه الحراك الشعبي من الداخل وبالتالي فتح مسارب لاستبداد للدخول ولتشتيته وتفريقه ومسألة أخرى هي أن التوافق يتطلب بالتنازلات ربما قد تبدو قاسية مؤلمة بالنسبة للبعض لكن لا يمكن أن نصل إلى توافق بدون تنازلات والتنازلات لا تعني بالضرورة التخلي عن المبادئ وإنما هو نوع من فتح مسارب حتى يمر الماء وحتى يكون هناك تواصل وحتى نخرج من حالة الانتظارية القاتلة التي نوجد فيها لأن حالة الانتظارية القاتلة التي نعيشها اليوم تخدم الاستبداد أكثر مما تخدم القوى التواقة إلى التغيير وبالتالي لا بد من أن نسعى جميعا إلى أن نكسر حالة الانتظارية التي نعيش فيها لأنها تجعلنا نستمر في نفس الدائرة المغلقة فيما يستفيد من ذلك الطرف الآخر الذي لا يريد أي تغيير وأخيرا أريد فقط أن أعلق على ما جاء في مداخلة الدكتور جواد رباع الذي تحدث وقال بأن نظام في المخزن له نفس تكتيكي أنا أعتقد أن نظام في نظام المخزن له نفس استراتيجي وتكتيكي وبالإضافة إلى ذلك له عامل الوقت هو يلعب على عامل الزمن بالنسبة له عامل مفتوح كبير وهذا يساعده كثيرا في تحقيق مبتغها سواء كان استراتيجيا وتكتيكيا فيما القوى الأخرى تفتقد إلى المقاربتين التكتيكية والاستراتيجية وقد آن الأوان لأن تبدأ للعمل سواء استراتيجيا أو تكتيكيا وإلا فإنها لن تستطيع أن تغير موازن قوى وإذن تغيير موازن قوى لا يمكن أن يكون هناك تحول أو تغيير ديمقراطي أو انتقال شكرا واستثمار شكرا 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 شكرا